وفي حسابات رفع مستويات معالجة للملفات الحساسة كشفت وزارة الهجرة والمهجرين عن خطة لإعادة 250 أسرى أخرى لعناصر تنظيم داعش الإرهابي من الهول السوري إلى مخيم الجدعة جنوبي الموصل وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري أن العائدين سيدخلون المركز التأهلي النفسي والمجتمعي في مخيم الجدعة والذي تديره الوزارة بشراكة مع المنظمة الدولية مشيرا إلى استقبال 500 أسرى قادمة من الهول بعد إجراء تدقيق أمني لهم والتأكد من عدم وجود أي ملف لقضايا أمنية أو هرهابية عليهم وأشار إلى أن دور وزارة الهجرة والمهجرين هو الإيواء والإيغاثة للنازحين وتبقى هناك إجراءات تتعلق بالتدقيق الأمني وهذا خارج اختصاص عمل الوزارة لكن بعد التدقيق الأمني وتأهيل هؤلاء ورغبتهم بالعودة فالوزارة ستمارس دورها في الإغاثة والإيواء وتوفير ظروف الملائمة للعودة